معنا كابتن تاليا محمود مهران مساعد مدير اكاديميات النادي الاهلي الخارجية اهلا بك يا كابتن تاليا اهلا بك كابتن هايسن بشكر حضرتك جدا على المداخل معلش احنا عايزين نعرف مزيد من التفاصيل وامتى طبعا كان قرار مجلس الادارة وامتى هيبتدي العمل فعليا في هذه الاكاديميات اتفضل يا كابتن تاليا انا طبعا بحب اتوجه بالشكر لأول كابتن محمود الخطيم برئيس مجلس ادارة النادي الاهلي وامتى مجلس ادارة كنتهم على موافقتهم على انشاء اكاديميات الخارجية للالعب الجماعية والفردية طبعا اسوة باكاديميات تنازل اهلي بموجودة الكرة الخدم وبالها اثنين فاحنا الاكاديميات الخارجية دي هتغطي الاعضاء النادي وغير الاعضاء في جميع محافظات مصر ان شاء الله تديني بمحافظات القاهرة ومحافظات اللي حضرتك ذكرتها وده البداية الفنادي اللي هي تم التعاقد عليها وان شاء الله جارت التعاقد على باقي المحافظات وده حيكون تحت إشراف إدارة النشاط الرياضي باشكر طبعاً كابتن رؤوف عبدالقادر المدير النشاط الرياضي لإشرافه على الأكاديمية واختياره طبعاً للمداربين والعملين في الأكاديمية وده بهدف تسليط الضوء على الموهوبين والكشف عن اللاعبين المتميزين في الألعاب المختلفة في كل المحافظات مصر عشان يكونوا نواياً نضمهم لفرق ناشئين في نادي الأهلي وانتقائم طبعاً حيكون بعناية تحت المداربين المميزين جداً في اختيارهم يحصل في أقرب فرصة كابتن تليها معلش أنا أقطع حضرتك في نقطتين مهمين محتاجين نحط عليهم الضوء إن طبعاً الأكاديميات دي سواء للأعضاء أو غير الأعضاء بالنادي الأهلي صح؟ تمام تمام والأكاديميات دي تحت إشراف كامل يعني مش بس اسم النادي الأهلي لا ده النادي الأهلي بيشرف عليها ممثلة من نادي الأهلي طبعاً إدارة النشاط الرياضي مظبوط تمام يعني 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 الأكاديميات دي كأن اللاعب أو اللاعبة أو النشق كأنه جيت مراً جوه النادي الأهلي بالظبط كده هو نفس المداربين حيبقوا من نادي الأهلي طبعاً بمسطرقهم حيبقوا من المداربين مميزين جداً عشان يستطيعوا يميزوا اللاعبين ويكشفوا عن موهبتهم الموجودة في المحافظات أنا حاك عارف المحافظات كلها مش كل الناس متاح لها أن هي تخشت نادي الأهلي وتتمرأ من جوه النادي الأهلي فاحنا رحنا لهم لغاية عندهم لغاية المحافظات عندهم وحيقدروا يشتركوا سواء هم أعضار جوه النادي أو برا النادي وحيتفرج عليهم وحيشوفهم مداربين مميزين ويقدروا يختاروهم ويختاروا أفضل المواهب اللي عندهم في كل الألعاب سواء الجماعية بقى أو في الرضاية طب العمل هيبتدي بالأكاديميات دي ايه امتكبت؟ إن شاء الله إحنا خلاص خلال الشهر ده إحنا نبتدي بفتاح أول الأكاديميات عندنا مدرسة فيونيرز الدولية في محافظة إسكندرية خلاص ورد يبتدت إن شاء الله ده بدايتها يعني وبقى المحافظات على التوانية طب إحنا محتاجين برضو إحنا نبقى نتواصل معاك عشان نبقى عارفين الأكاديميات يعني حدك بتقول إتباعا هتبقى تشتغل مظبوط مش كده؟ طمام إحنا محتاجين يعني يمكن إسكندرية بتقول هي اللي جاهزة دلوقت؟ آه تماما آه إحنا طبعا أكيد هنتواصل معاك يعني بشكل دولي عشان نعرف هتبتدي الأكاديميات إمتى بتواريخ عشان طبعا أكيد أهلنا في سهاج وفي بني سويف وفي كفر الشيخ طبعا وطبعا والخبر ده يسعد كل جمالي مالد يسعد الملايين النادي الأهل اللي راح لجماهيره مش مستني جماهيره تيجي ليه يعني فإحنا بنذكركم الحقيقة على هذا المجود الكبير يا كابتن تالية أشكر حضرتك جدا يا كابتن هايسم إحنا ده متعودين عليه بإمكان النادي الأهلي إحنا ربي لغبة جماهيره ورغبة عشاقه توصلنا معاهم في كل الألعاب إن شاء الله طب كابتن تالية لو لقيتوا موهبة جيدة في هذه الأكاديميات هينضموا مباشرة لفرق النادي الأهلي طبعا فرق نشين في النادي الأهلي طبعا يعني ده زي كشفين ده الهدف من المشروع نحن نشوف الألعابين المتميزين في كل الألعاب في كل المحافظات ونضموهم لفرق نادي الأهلي ويبقى لعب باسم نادي الأهلي يعني أنا بشكركم الحقيقة على المجود ده وأكيد ده خبر يسعد الملايين من الأهلوية والنادي الأهلي دايما سبق يعني ما استناش جماهيره لا ده احنا بنكبر القاعدة وخاصة أنا شايف التوجه الأكتر يمكن نصيب الأسد راح لأهلنا في الصعيد صح يا كابتن تاليا ألو تالي كابتن تاليا الخط أطع يعني أنا عايز أقول لكم بنشكر كابتن تاليا طبعا محمود مهران مساعد مدير أكداميات النادي الأهلي الخارجية بشكرها الخط أطع وأكيد هنتواصل معها في الحالات الجاية